موسيقى حياكم الله ومشاهدنا الكرام في بعد هذا الفاصل القصير أكملت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الوقاف والشؤون الإسلامية استعداداتها لانطلاق موسم حج 1435 للهجرة من خلال إصدار دليل للمقاولين والتي حددت فيه كافة الالتزامات وطبيعة الخدمات المقدمة لحجاجنا في الأراضي المقدسة نعم للمزيد أكثر من التفاصيل عن الموضوع معنا في الستيديو السيد علي الفيحاني مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مرحبا ومسهلة فيك بعمد الله في الستيديو ترحيب يا مرحبا يا مرحبتين يمكننا في البداية أبد الله قبل ما نتكلم في الدليل أريد أن نتكلم عن استعداداتكم بشكل عام للطلاق موسم هذا الحج بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة في السلام السيد المحمد وعلاي لي وصحبيه جميل استعداداتنا مثل كل سنة يعني ما أختلفت نرتدي احنا في شهر رجب وننتي في شهر ذا الحجة طبعا البداية كانت تقديم الطلبات للمقاولين في طلب التسيير وفي شعبان فتحنا السيطة مع اساس تسجيل الحجاج لكن هذه السنة تم الفرز في رمضان لعادة احنا يكون الفرز بعد شهر رمضان بعد ما تنتهي لجنة الكشف من المساكن نبدأ بالفرز لكن السنة قلنا نعطي فرصة للمقاولين هي اساس لنا يشوفون كل مقاول كم عدد عندهم الحجاج ويستأجر السكن المناسب صحيح والاستعدادات البعض الحمد لله بعض أعضاء البحثة موجودين في المشاعر هناك في مكة ويرتمون الأمور التي تسبق قدوم البحثة الله يعطيهم العافية وياك الله يسلم يعني نمس عليهم بالخير كل شباب موجودين هناك وعبد الله وعندنا ناصر وعبد الله نعرف متل تنطلق أول رحلة إن شاء الله للأراضي المقدسة طبعا الكل يعني أكيد بتكون يعني أهل مرة غير وأكيد يعني الاستعدادات تكون مختلفة دائما وتعرف نسأل الله التوفيق لكل من يعني حالف الحظ هالسنة لحج بيت الله الحرام فمتى بتنطلق إن شاء الله أول قافلة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله طبعا أول ما تبدأ تبدأ البحثة إن شاء الله نحن نتاريخ 20 إن شاء الله إن شاء الله بنكون هناك إن شاء الله بالنسبة للحملات نحن عادة أن حملات البر يسابقون صحي في تاريخ 28 ذلقعدة هو الموعد التحرك الحملات وحملات الجو بيكون الموعد النهائي في أربعة ذل حجة نعم نتوقع بصولهم فأغلب الحملات راح تكون يعني يوم 28 28 وذلقعدة والجو بيكون على أربعة ذل حجة إن شاء الله يكون موصولهم لأخر الحملات لكن يمكن أن ته كابعة الحجة الغطرية راح يكون تاريخ 20 إن شاء الله 8 و20 هذا الشهر من يوم السبت إن شاء الله ربعنا معكم في الجو إن شاء الله والله الساعة المباركة ونبعكم من قدام ونأول الناس يعني بإذن الله إن شاء الله تضيوف عننا وإزازنا طبعا قناة الرين إن شاء الله خلال الفترة الجاية راح تكون إن شاء الله تنقل لكم كل يعني ما موجود هناك من من تفاصيل وإجراءات ومناسك لحجاجها القطر إن شاء الله راح تطمنون على حجاجنا أول بأول وحجاجنا ما يخاف عليهم مداموا في يعني أمامهم رجال مثل أخواننا في وزارة الأوقافة في بيثة الحج القطرية مشكورين إذا ربما نتكلم على إطار الحديث عن الحملات حملات هذه السنة كم عدد الحملات اللي راح تروح هذه السنة يمكن السنة اللي فاتت كان عددهم تسع أو العام 12 حملات إذا قلت 12 أو 9 مع العداد والسنة لا تسع حملات تسع حملات نعم ثنتين من الحملات يكونون للمقيمين عن طريق البر وسبح حملات الجو إن شاء الله نعم عبد الله يعني هالسنة أكيد في ضوابط جديدة حطيتوها للحملات أو أصحاب الحملات فشن هي الضوابط اللي تم التركيز عليها هالمرة لسلامة الحجاج ولتسيير الأمور شمال اللي ركزتو عليه نحن طبعا ضوابطنا ثابتة يعني عندنا دليل المغاول نعم وهو يلتزم فيه نعم لكن السنة تدري فيه بعض الأمراض صحيح نعم والأمراض خطيرة يعني نعم 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 نبهنا أنه يعني يزيدوا من التوعية صحيح بالنسبة للحجاج نعم ويبينون لهم خاطر المرض نعم وحرصنا عن انبعدنا يعني تم توزيع مثلا كمامات أو لا لا ما ليس التطعيمات هي التطعيمات يعني هي يعني أن يخذونها وقت يعني كافي قبل قبل لا يروحون جسمها أو يؤدون المناسق فالحمد لله فكانت تجاوب يعني الله منك الحمد للشكر يعني الحملات مبين وطبعا نحن موفرين لهم عندنا اللجنة الطبية نعم وخاطبناهم إذا أنتم محتاجين يعني محاضرات أو دروس في توعية بالنسبة لخاطر المرض أو الواحد على الأقل يشوف شون كيف أن يتجنب يعني على الأقل المرض صحي والأشياء العامة طبعا نحن دائما نكررها نحن يبتعدون عن الازدحام نعم يخترون يعني الأوقات المناسبة يدون فيها يعني المناسق نعم 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 أنتم ترتوا بعد قبل شهر رحتوا للأراضي المقدسة وزرتوا أماكن الحملات التي سيقومون فيها إن شاء الله حجاجها القطر بحيث أنها تطابق نقول مع المواصفات التي وردت في الدليل لكن إذا أريد أن نتكلم عن أهم مناطق سكن حجاجها القطر في هذا السنة وين طبعا أن الكشف هذه ضروري يعني شكل صلوي نعم أساسا أن نحن نتأكد أن المباني كلها مستوفاء للشروط يعني الأمن والسلامة وأنها تكون يعني لراحة الحجاج السنة أغلب الحملات تستجروا بقرب الحرم في الفنادق الخمس نجوم تقريبا يمكن لو قل ثمان حملات تقريبا أو ست حملات وبعض الحملات السكن في العزيزية بس خذ له مباني يعني ملائمة في مستوى فنادق يعني مستوى فندق يعني مخلية نعم فالسنة الحمد لله يعني حبط من أخواني الحجاج وأن السكن لا يحطوا هنا إن شاء الله سنة راح يتم مريح ومواصفات يعني نعم وبعبد الله مثلك عارف يعني الحج سبحان الله فيه مشقة فيه جهاد وفيه عنا ومن تذي الواحد يكتسب الأجر سبحان الله يعني أنت انتعرت حسيت أنك فعلا أديت الواجب اللي عليك وكل واحد عليه أنه يتحمل الشيء البسيط من المشاقات ولو نتذكر قبس اللي كان يصير في أبهاتنا وعجدادنا وكذا وآباءنا يعني كانوا يتعبون بشكل كبير طيب أنا ودي أسألك عن آلية نقل الحجاج بين المشاعر ومن المخيمات إلى المشاعر شين هي الآلية اللي أنتو حطيتوها لهم هي بالنسبة لأن يشتري هذه التذكرة نعم وعلى عدد الحجاج اللي عندها موجودة نعم سواء استخدم القطار أو لا استخدم القطار هو ملزم إذن ياخذ التذكرة ملزم ملزم أنه ياخذ التذكرة نعم لكن ليس ملزم أنه يستخدم القطار أو لا لأننا نحن في منطقة القطار نعم فلابد أن نشتري التذاكر أقل بالحملات تأخذ البساط بصراحة أنا في الموسم اللي فاتش أقل بالحملات ياخذون القطار ياخذون البساط 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 أريح ويكون هو متحكم يعني صحيح يعرف متى يطلع وين يوقف صحيح وفي زحمة يريح حجاجة لكن القطار شوي يعني طبعا أنا في السنوات الأولى كان شوي القطار يعني في زحم كذا صحيح الموسم اللي فات لم تنظيم لمسنا لمسنا أنا فيه يعني تعاون ما بالتعاون لكن فيه تنظيم وفيه سهولة وكذا والحمد لله يعني وأتوقع إن شاء الله أنه يكون أفضل من الموسم السابق يعني بيكون استخدام إن شاء الله أنه يكون آمن وبسيط وإحنا صراح يعني حريصين أنه يعني ناخذ موقع يكون يعني ملاءم حق استخدام القطار أو أنه إذا كانوا بيستخدمون البساط صحيح نعم على أساس أنه المواقع اللي تكون قريب عند المحطة دائما تكون فيها زحمة لأن الناس تنزل من المحطة يجون على هيئة أفواج ومتعبين يقعدون حتى على الرصيف فالسنة هذه حاولنا إن شاء الله ما أؤسست الطوافة أنه نختار يكون مكان مناسب حتى بعيد من المحطات لا يعني يعني مسافة جيدة يعني القطار العام ما كان فيه كان جدا مريح ممكن وصل حجاج قطر بشكل سريع اللي كانوا مستخدمين القطار نعم هو الوصول حق المقر البعثة في مزل كان فيه يسر سهولة وبسرعة لكن في الخروج ما قدروا يشتاعت صار شوي فيه ازدحام ازدحام لأن الناس تطلع في نفس الوقت هذه مشكلة التوقيت الفواج اللي جاءت متأخرة للأسف تحبون يروحون مواقعهم ولا لهم مواقع يجلسوا في المحطة يليس أنه قريب في نفس المحطة نعم طبعا هذا الأخوان الأسيوين هم اللي قاعدوا في وصل المحطة هم يروحون لعادةهم التأخرين بعد صلاة الفجر لكن نحن كخليجيين ونطلع واللي عندهم أصحاب الإعدار واللي عندهم عوائل وكذا مرخص لهم أنه بعد الساعة 12 بعد من الصف الليل يقدر يتحرك فين جواب يتحركن لقوا الفواج موجودة جاء كل الطرقات يعني ما تقدر توصل إلى المحطة صحيح لكن سبحان الله في الحج دائما دائما فيه سهول ويسر ونعم ما تدري كيف يعني تشوف الأفواج وتشوف العالم تقول أنا شون بأطلع من مثل المشعر هذا وبروح إلى كذا وبأطلع لكن سبحان الله من التحرك يفتح شيء والله لكن الحمد يعني بدنا أيضا من خلال شاشة ريان توجه بالشكر لكل القائمين على هذا الأمر لتسهيل خدمة الحجاج في المملكة العربية السعودية اللي دائما ما يكونون جاهدين لأنهم يخرجون الحج كل عام بأفضل من الأعوام اللي فاتت وهذا مش غريب عليهم في غدمة حجاج بيت الله الحرام سأل الله لهم التوفيق يستهلون صراحة الشكر يعني حتى نحن على مستوى يعني كمستوى الدولة أو نخنت كلنا مستوى الوزارة في تعاوننا معهم حقيقة صراحة يعني اللسان يعز عن الشكر يعني تعاون في جميع المجرات سواء يعني من تأشيرات من مؤسسات الطوافة يعني الله يزيهم خير ويوفقه إن شاء الله الله نعم إذا رغم أن تكلم عن بعض خلنا نقول بالنسبة للموسم الجديد هناك نظام اللي هو المسار الإلكتروني إذا رغم أن تكلم عن ميازات هذا النظام ومدى أيضا نعكاسه على راحة الحاج نفسه والله أخي ناصر ولا يهون أخي خالد المسار صراحة كفكرة وكمشروع صراحة يعني يشكرون علي الأخوان في المنفر لو تم تطبيق 100% وأتوقع أن المسلم يجرح يتم تطبيق 100% بإذن الله أحنا بالحمد لله في الوزارة عندنا يوم يعني إن شاءنا النظام الحاسب لألي فضل الله تطلع موافق أو منسجم مع المسار الإلكتروني فضل الله فما حصلنا صعوبة كدولة قطر أو كوزارة الأوقافة ما حصلنا ما في ذيك الصعوبة فكانت الأمور متيسرة وفي ترابط وحتى البرامج سهل تشبك ويتخلص أمورك المسار يوفر للمقاولين حقيقة يعني الراحة يعني لو مقاول مثلا حبي يستأجر مبنى يدخل على الموقع يشوف جميع المباني موجودة ويقدر هو قاعد في مكانه يشوف المباني ويشوف مستواها خل هذا على جنب حتى الأسعار الأسعار تكون ثابت لأنها مسجلة ثابت يعني ما يدري هم من يدخل عليه من دورة قطار يدخل عليهم باكستان يدخل عليهم من هند بحكم أننا نتبع يعني طوافة جنوباسية نعم فتكون السعر ثابت لنا وحق غيرنا نعم بعكس لما أنت تروح يعني يشوفك مثلا خليج عادة يرفع شوي في السعر نعم حتى التغذية المطاعم حدده ممكن قائمة بالمطاعم أو اللي تزوج موجوده موجوده أنت تضمن المطاعم ما يدخل في السلطة من نظام إلا هو مراقب من الجهات من السلطة وبالجانب الثاني يعد الشركة تضمن حقها يعني مهما كان يعني للطرفين يعني فهذا ينصب في مصلحة الحاج يعني كلها ينصب في مصلحة الحاج وإحنا بعد كبعثة يعني الحمد لله سهل علينا الأمر هذا أنا ودي أمكن سمعنا قبل فترة أو أنه راح يكون هناك أيضا تواجد الوزارة الداخلية أيضا في مقر بعثة الحاج القطرية أو مرافقين لبعثة الحاج إذا ممكن تعطينا تفاصيل هذا الموضوع يمكنني كله أول مرة نعم والله يا أخي ناصر أنت دائما تحاول أنك تأخذ الأخبار يعني هو القصد ناصر يحب نفرر سؤال المشاهدين نحن والله أنا وعدكم يتكون لكم حلقة خاصة حق مركز الاتصال بس أن إن شاء الله البعثة هي إنشأة مركز الاتصال بالتعاون مع مزارة الداخلية ممتاز وطبعا نحن نقدم شكر يعني جميع الأخوان في وزارة الداخلية إلى حسن تعاونهم وتسهيل يعني لنا بهذا الطلب يعني أمدوننا بالكفاءات اللي عندهم والخبرات اللي موجودة عندهم كل مركز فكرته يعني بشكل بسيط خلنا نقول مثل غرفة العمليات نعم مبسطة الهدف منها متابعة حجاج قطر حجاج قطر دولة قطر ونتابع بعد يعني لماكن الزحم صحيح يعني بتتسيق مع العمليات في المبكة لا بيكون نحن عندنا يعني أفراد موجدين وكذا بس بشكل يعني بشكل مثلا تقول يعني ببسط يعني يعني ما نلفت الانتباع وكذلك يأخدم بس حجاج يعني ما بعلى هذه عساس أن نحن نعرف مثلا نتجنب مكان الازدحام مكان المخاطر صحيح بعد المركز يتلقى المكالمات يعني إذا في مشكلة لحاج أو حاج ضايع أو في مثلا حاج سهولة الوصول نعم في رغم عندنا مواحد اللي هو 1 2 3 123 هذه راح إن شاء الله يعني نعمل إن شاء الله دعاية وننشرة وننشرة 1 2 3 من أي تلفون من أي تلفون يتصل عليه من أي تلفون سعودي من أي تلفون سعودي يتصل عليه يتحول المكالمة طبعا هو يتمن الإعلان عنه أنا بكون صريح معاك الآن نحن مرتبين الأمور قيد الدراسة نعم على أساس أن نبدأ لكن الآلية لحما أخلصت أنا بكون صريح معاك على الاتصال فقط الاتصال هل نحاول أن نسهل على الحجاز أن هذا الرقم يتصل عليه حتى لو من أي مكان يكون تحول المكالمة على المركز الأخوان الآن هم موجودين في مقر البعثة وقعدين يشتغلون على المركز نعم ولما ننتهي إن شاء الله رح نعطيكم التفاصيل كاملة بذن الله ونحن بعد نوعد إن شاء الله المشاهدين الكرام بأن أي تفاصيل في هذا الأمر إن شاء الله رح نعلن عنه من خلال برامج ترحيبة ومن خلال برامج الصباح ربعة وكل البرامج المباشرة أنا مرح أذكر الرقم مرة ثانية لأن إلى الآن ما تم اعتماد لا الرقم هو واحد اثنين ثلاث اي نعم بس هل يكون اتصال يعني 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 آلية العمل رح نتكلم عنها إن شاء الله في الفترة الجاية سيد علي الفيحاني مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون السلامية المدير التنفيذي لبعثة الحج القطرية شكرا لحضورك معنا في برنامج ترحيب وشكرا لهذا المعلومة اللي خصيتنا فيها في برنامج ترحيب الله يزيك خير أنا بدوري أنا ودي أشكركم أشكر قناة الريان صلى الله عليه شكرا المميزة واللي ما شاء الله عليهم يعني حريصين على يعني توضيح كل أخبارنا و يعطون أخبارنا كل للأخوان الحجاج هذا واجب لما كان هناك شكر فهو الشكر من غلانة الريان ولوزارة الأوقاف مثلا بسعادة وزير الأوقاف دكتور قيث بن مبارك بن مبارك الكواري وأيضا كل القائمين على وزارة الأوقاف من موظفين وعاملين فيها شكرا أيضا لكم اللي سهلتوا لنا الكثير من هذه الأمور ولو أنه هذا واجبنا وواجبكم في نهاية الأمر ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله يزيك خير الله سبحانه وتعالى شكرا إذن أعزائي المشاهدين وفي حدث آخر احتضنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية حفل ختام قافلة سيلين الدعوية الرابعة التي ينظمها فرع الوكرة في المؤسس نتابعوا إياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي انطلقت فكرة قافلة سيلين الدعوية الرابعة في سنة 2010 كانت الفكرة عبارة عن زيارات للمخيمات المجاورة على الشارع الرئيسي في منطقة سيلين ولما وجدت الفكرة لمدة أسبوعين تقريبا ترحيبا كبيرا لدى الجماهير ولدى الشباب الذين الفئة المستهدفة باختصار لما رأوا ترحيبا كبيرا وارتأت مؤسسة عيد من محمد آرثاني الخيرية فرع الوكرة أن تنشئ مخيما يخدم هذه القافلة مدته أربعة أشهر يخدم المخيم القافلة من عدة نواحي من حيث إقامة محاضرات توعوية في هذه القافلة يكثر عندنا في هذه المنطقة في سيلين ومنطقة الأديد كحوادث الشباب بسبب التهور بسبب السرعة بسبب التجاوز أحيانا على الخط الرئيسي الحملة من أهدافها أيضا أنها تغرس مبادئ وقيم عند الشباب بادي أن أروحك غالي عليك أيها الشاب الغالي المشايخ اللي استمس استضافتهم بالقافلة أو الضيوف اللي تم استضافتهم بالقافلة القافلة هم الضيوف اللي معروفين لهم باء مع الشباب الميزة الكبيرة في هذه القافلة أن جميع المشتركين في هذه القافلة هم من المتطوعين وليسوا من موظفين المؤسسة كلهم متطوعين الدعوة إلى الله هي وظيفة أول شيء وظيفة الأنبياء والرسول والحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى أعاننا على هذا الشيء وفقناه في قفلة سنة الدعوية الرابعة ونشكر أولاً مؤسسة عيد الخيرياً أتاحت لنا الفرصة في هذه الدعوة وجدنا في الحقيقة أقضاء من الشباب وجدنا أيضاً بعض الشباب سبحان الله يتقبلون النصيحة يعني ما وجدنا الحمد لله تنفير من بعض الشباب من ناحيتنا إحنا كمتطوعين بل بالعكس رحبوا فينا وأقاموا لنا كل الأمور اللي إحنا نحتاجها منهم الحمد لله رب العالمين حياكم طبعاً مشاهدين تابعنا معكم هذا التغرير ولكن الآن راح نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نتابع المراحل اللي وصل لها مشروع مشير بقلب الدوحة تابعونا اشتركوا في القناة